السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الاعزاء طلاب الصف الخامس الابتدائي اهلا ومرحبا بكم على قناة بتاع عربي يارب تكونوا بخير درس جديد من دروس اللغة العربية فرع القراءة بعنوان تربية الدواج الدرس بيقول ان في مساء الخميس تجتمع اسرة امير كعادتها في عادة انهما بيجتمعوا مساء الخميس ليعرض كل فرد من افراد الاسرة انجازاته انجازاته يعني المهام اللي اتمها على مدار الاسبوع يعني خلال الاسبوع وكل فرد بيعد نفسه قد اعدى يعني جهز واستعدى لهذا الاجتماع بالقراءة عن العادات المصرية وبالتشاور التشاور اللي هو تبادل الاراء لاختيار عادة من العادات ومناقشتها وايه العادة اللي تم الاتفاق على منقشته هذا الاسبوع تم الاتفاق على اختيار عادة تربية الدواجن عند المصريين السؤال اللي ممكن يجلنا على الفكرة دي بيقول متى تجتمع اسرة امير هنقوله بتجتمع مساء كل خميس سؤال تاني لماذا تجتمع اسرة امير ليعرض كل فرد من افرادها انجازاته على مدار الاسبوع سؤال تاني بيقول كيف يستعد افراد الاسرة للاجتماع يستعد بالقراءة عن العادات المصرية وبالتشاور لاختيار عادة من العادات ومناقشتها سؤال بيقول ما الموضوع الذي تم الاتفاق على مناقشته الاجابة ان هو تم الاتفاق على اختيار عادة تربية الدواجن عند المصريين الاجتماع بدأ والاب هو بدأ الاجتماع استهل الاب الاجتماع يعني استهل يعني بدأ بدأوا بايه بالحديث عن حب المصريين في القراء والنجوع والكفور لتربية الدواجن على اختلاف انواعها استهل يعني افتتح او بدأ بالكلام عن حب المصريين ان المصريين بيحبوا يربوا الدواجن على مختلف انواعها فين في الكرة والنجوع والكفور ايه انواع الدواجن اللي بيربوها من بطن واواز ودجاج ودار بينهم الحوار الحوار التالي امير بيقول لماذا يرب المصريون الدواجن امير بيسأل بيقول ليه المصريين بيربوا الدواجن فالام جوبت على السؤال ده بتقول له لانها مصدر من مصادر البروتينات هي مصدر للبروتينات بيتغزوا عليها وكمان سبب تاني تربيتها غير مكلفة ليه تربيتها غير مكلفة ما بتكلفهمش حاجة لانها بتتغزة على ما تنتجه الارض من حبوب فكده عرفنا ان في سببين لتربية المصريين للدواجن واحد مصدر من مصادر البروتينات اتنين تربيتها غير مكلفة. ليه تربيتها غير مكلفة? لان هي بتتغزى على ما تنتجه الارض من حبوب. السؤال اللي هيجي لك هنا هيقول لك بما استهلل او بحديث اوه. استهلل الحديث بالايه? بالحديث عن حب المصريين في القرى والنجوع والكفور لتربية الدواجن. سؤال تاني لما يجي يقول لك لماذا يا رب المصريون الدواجن? احنا عرفنا ان في سببين. هنقول له واحد لانها مصدر من مصدر البروتينات اتنين تربيتها غير مكلفة. ولو سألك برضو ليه تربيتها غير مكلفة? هنقول له لانها تتغذى على ما تنتجه الارض من حبوب. نكمل الحوار. اميرة بتقول لقد قرأت ان الطيور تصب الانفلوانزا. مثل الانسان. الام برضو ردت قالت لها نعم يا اميرة. انفلوانزا طيور. لو قالك ايه هي انفلوانزا طيور? هنقوله الانفلوانزا مرض خطير. يصيب الطيور ويؤدي الى نفوقها. ونفوقها دي بتجي في الامتحان كتير معناها ايه? موتها. نفوقها يعني موتها. الاب بيقول ان الخطير في الموضوع الخطير في اصابة الطيور بالانفلوانزا ان المرض ده بينطاقل من الطيور للانسان. مش الخطير ان الطيور دي بتصب الانفلوانزا. ولا الخطير انها بتموت. الخطير ان المرض ده ممكن يتنقل من الطيور للإنسان عن طريق الهوى أميرة وتبدو عليها الدهشة مش فاهمة لم أفهم يا أبي الأم بتقوله إن الإنسان بيلتاقت العدوى يلتاقت يأخذ يصاب بالمرض عن طريق الاحتكاك المباشر بالطيور لو بيقرب من الطيور المصابة بالمرض لو هو بيربيها أو بيقرب منها ده ممكن يكون معرض للإصابة بالمرض السؤال هنا ممكن يجي يقولك ماذا تعرف عن إنفلوانزا الطيور؟ هنقوله إنفلوانزا مرض خطير يصيب الطيور ويؤدي إلى نفقها يعني موتها سؤال تاني بيجي يقولك ما الخطير في هذا المرض؟ هنقوله الخطير أن هذا المرض ينتقل من الطيور إلى الإنسان عن طريق الهواء أو عن طريق الاحتكاك المباشر بالطيور برضو السؤال هيجي يقولك هنا كيف يلتاقت الإنسان العدوى؟ نقوله عن طريق الاحتكاك المباشر بالطيور المصابة بالمرض. طب الانسان اللي بيحتك بالطيور يعمل ايه علشان يحمي نفسه? ده السؤال اللي سأله امير بيقول وماذا يجب ان يفعل الشخص الذي يخالط طيور? يعمل ايه? الام جوبت وقالت له واحد يرتدي قفازا في يديه اتنين نعلين في رجليه تلاتة يغسل يديه بالماء والصابون بعد الاختلاط اربعة يستخدم بعض المطهرات مثل الكلور ليه? لتطهير حزائر الطيور خمسة التخلص من مخلفات الدواجن كيف? بحرقها اولا باول يبقى عرفنا الاشياء التي يجب ان يفعلها الشخص الذي يخالط الطيور يرتدي كفازا يعني يلبس كفاز في ايديه ونعلين النعل اللي هو الحزاء في رجليه ويغسل يديه بالماء والصابون بعد الاختلاط بعد الاتصال بعد الاحتكاك بالطيور ويستخدم المطهرات المطهرات اللي هي زي الكلور لتطهير يعني تنظيف حزائر الطيور فضلا يعني زيادة عن التخلص من مخلفات الدواجن والاب اضاف معلومة تانية بيقول ان في ناس يجب عليها عدم مخالطة الطيور دمين دول بيقول كبار السن والاطفال والمرضى مين? كبار السن والاطفال والمرضى يجب عليهم عدم مخالطة الطيور نهائي ليه? حتى لا يصابوا بالامراض امير بيقول اتذكر يا ابي عند زيارتنا لجدي بيفتكر لما راح يزور جده هنعرف دلوقتي كان بيتذكر ايه? في القطعة بس اللي قدامنا ايه الاسئلة اللي ممكن تيجي? اول سؤال بيقول ماذا يفعل من يخالط الطيور? يعمل ايه? احنا قلنا واحد يرتدي كفازا في يديه اتنين نعليني في رجليه تلاتة يغسل يديه بالماء والصبون اربعة يستخدم المطهرات خمسة يتخلص من المخالفات سؤال تاني لم يجيوا لك من الذين يجب عليهم عدم مخالطة الطيور? نقول له واحد كبار السن اتنين الاطفال تلاتة المرضى طب نكمل بقى اللي احنا كنا بنقوله ان امريكا بيتذكر عند زيارته لجد انه شاهد الطيور بتتجول تتحرك في شوارع القرية وتلتقط الحبوب تأخذ الحبوب من الارض من هنا وهناك وبتسبح تعوم في مياه البحيرات الصغيرة والمستنقعات المستنقعات هي اماكن تجمع المياه لمدة طويلة اماكن متجمعة فيها المياه ما بتتحركش الاب بيقول له ده المستنقعات دي حاجة خطرة جدا حقا يا امير المستنقعات دي لها خطر لها ضرر على الطيور هذا يؤدي الى اصابة الطيور بالامراض لان المستنقعات دي اللي هي الماء الراكد الماء الراكد اللي هو الماء الساكن الماء اللي ما بتحركش الماء الراكد ده موطن للميكروبات والجرسيم مكان بتعيش فيه الميكروبات والجرسيم وده بيؤدي الى اصابة الطيور بالامراض الام بتقول ان احنا لازم نعتني بالطيور الواجب علينا يجب علينا العناية بالطيور يعني الاهتمام بالطيور لحمايتها وحماية الإنسان من الأمراض والحرص على نظافة مساق المياه وتحصينها يعني حمايتها برضو ضد الأمراض بصفة دورية يعني بصفة مستمرة والأب أضف معلومة تانية قال إن النظافة مهمة لمواجهة جميع الأمراض النظافة دي ممكن تقينها من أي مرض أيوة النظافة مهمة لمواجهة جميع الأمراض لمحاربة جميع الامراض كل الامراض الاسئلة اللي ممكن تجي لنا برضو على القطعة اللي موجودة قدامنا ايه هي خطورة الماء الراكد على الطيور ان الماء الراكد موطن للمقربات والجرسيم التي تصيب الطيور بالامراض سؤال تاني لما يجي يقولك ايه الواجب علينا تجاه الطيور وممكن السؤال يجي لك بطريقة تانية ويقولك كيف نعتني بالطيور يبقى احنا نقوله الواجب علينا العناية بالطيور لحمايتها وحماية الانسان من الامراض ونعتني بها بالحرص على نظافة مساقي المياه وتحصينها ضد الامراض بصفة دورية ايه اهمية النظافة؟ النظافة مهمة لمواجهة جميع الامراض امير بيقول بما اننا بنتكلم عن انفلونزا الطيور انا سمعت ان في انفلونزا اسمها انفلونزا الخنازير هي النظافة برضو ممكن تقينة من الاصابة بها يعني تقينة يعني تحمينة ممكن النظافة برضو تحمينة من انفلونزا الخنازير الاب بيقول له نعم يا امير في حاجات لو عملناها برضو هناقي انفسنا من الاصابة بانفلونزا الخنازير ايه هي؟ غسل اليدين عدم الاختلاط بالمصابين بنزلات البرد عدم وضع اليدين على الانف والفم والعينين البعد عن الاماكن المزدحمة كل ده بيقينة من الاصابة بيحمينة من الاصابة بانفلونزا الخنازير وبعد ما انتهى الاجتماع لأسري اخذ امير بدأ يفكر في طريقة لتوعية الناس تفهم الناس ارشاد الناس يرشدهم يوعيهم حتى لا يصابوا بانفلونزا الطيور او انفلونزا الخنازير ثم هتف قائلا هتف يعني صاح قال احنا هنعمل مسرحية في الصيف عن الانفلونزا او نعمل مجلة يبقى قعد يفكر في طرق لتوعية الناس حتى لا يصابوا بالمرض السؤال اللي ممكن يجيلك هنا كيف نقي انفسنا من انفلونزا الخنازير قلناهم واحد يلا نقوله مع بعض واحد غسل اليدين اتنين عدم الاختلاط بالمصابين بنزلات البرد ثلاثة عدم وضع اليدين على الانف والفم والعينين اربعة البعد عن الاماكن المزدحمة بكده هنقي انفسنا من الاصابة بانفلونزا الخنازير سؤال تاني لما يجي يقولك ما الطريقة التي توصل اليها امير لتوعية الناس امير سيقوم بعمل مصرحية في الصيف عن الانفلونزا او عمل مجلة وبكده يبقى احنا تعرفنا على درس تربية الدواجن وتعرفنا على المعاني المهمة وتعرفنا على طريقة الاسئلة اللي ممكن تيجي على الدرس بتمنى كون قدر تفيدكم ما تنساش تضغط لايك للفيديو وتشاري الفيديو لكل صحابك عشان يستفادوا اشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته